بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء العملي لمادة نظرية الإيلات Theory of Machines معاكم الدكتور أمير محمد القسنطيني سوف نقوم في هذا الفيديو بشرح المسائل المتعلقة بالمحور الثاني والذي بعنوان Mechanisms and Kinematic Fundamentals نبدأ بالمسألة الأولى المعطيات كالآتي A crank and slaughter lever mechanism used in a shape where it has a center distance of 300 mm between the center of oscillation and the slaughter lever and the center of rotation of the crank هذه المسافة معطى 300 mm The radius of the crank is 120 mm المطلوب هو حساب time ratio ما بين time of cutting with time of return stroke كما بينا هذه المعطيات مسافة AC تساوي 300 mm و CB1 تساوي CB2 تساوي 120 mm مع العلم أن B1 والB2 هي extreme positions of the crank طبعاً لحساب time ratio لابد لنا من معرفة الألفا لأنه time ratio يساوي 32 ناقص الألفا تقسيم الألفا عندنا هذه الزاوية تساوي 90 درجة ناقص الألفا على 2 وبالتالي ساين وبالتالي ساين من الممكن حسابه بما أن هذا مثلث قائم الزاوية هنا فساين هذه الزاوية يساوي الظلع المقابل لها اللي هي المسافة CB1 تقسيم الوتر اللي هو AC ساين 90 ناقص ألفا على 2 يساوي CB1 تقسيم الأي سي يساوي حسب المعطيات 120 تقسيم 300 يساوي 0.4 بطريقة عكسية وباستعمال الساين سالب 1 ممكن حساب CAB1 الزاوية اللي هي 90 ناقص ألفا على 2 يساوي ساين سالب 1 0.4 فيساوي 23.6 درجة من هنا ممكن استنتاج الألفا في الحقيقة الألفا 90 ناقص ألفا على 2 يساوي 23.6 إذن 90 ناقص 23.6 يساوي الألفا على 2 ممكن من هنا على طول حساب الألفا تساوي 2 ضرب 90 ناقص 23.6 درجات يساوي 132 132 فاصلة 2 فاصلة 8 درجات حسبنا الألفا يتم استعمالها مباشرة في قانون Time Ratio يساوي 360 ناقص 132.8 درجة تقسيم 132.8 درجة يساوي 1.72 ترجمة 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 ترجمة